موسيقى منتصف النهار وثلاثون دقيقة بتوقيت الجزائر الثانية والنسب بتوقيت القدس المحتلة نشرة الظهيرة من الوطن الجزائري وهذه أبرز عنوينها موسيقى في اليوم الأول من الدخول المدرسي نقائس في العديد من المؤسسات التربوية والتلاميذ يحتفون بالدخول بعيدا عن هواجس الأولياء ومشاكل القطاع موسيقى وزير المالية يطمئن أن لا زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ويدعو إلى الاستعانة بأموال الاقتصاد الموازي لمواجهة الأزمة موسيقى دوليا اللاجئون السوريون أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية إلى أين موسيقى السلام عليكم نساين نشرتنا بالحدث الأبرز المتمثل في أزمة اللاجئين السوريين موسيقى قبل عشر سنوات صنفت سوريا من بين أكثر بلدان العالم أمنا لتتحول في السنوات الأربع الأخيرة إلى أكثر بقاع العالم دمراً في ظل عدم الأمن والاستقرار اليوم تتفاقم أزمة اللاجئين بشكل خطير جداً جعل منها أكبر أزمة إنسانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حمزة بدوي يرصد لنا في هذا التقرير التحول في مصارة الأزمة السورية وتحديداً معاناة اللاجئين قصة الأزمة السورية ومتابعها من مأساة اللاجئين لم يكن يتوقعها أكثر المتشائمين بمصير سوريا قبل نحو أربع سنوات من الآن كانت بداية التراجيدي المأساوية بسرعة قياسية انتقلت المظاهرات إلى مواجهة دامية بين قوات النظام السوري والمعارضة المسلحة اشتعلت البلاد بمنحة سعودي سريع جداً عكس نظيراتها في دول أخرى من قبل أسقطت فيها رؤوس الأنظمة الحاكمة كتونس ومصر لكن الوضع في سوريا لم يكن كسابق بسرعة قياسية تعددت جباهة القتال بداية من قسام المعارضة إلى فصائل متنحرة متمثلة في جبهة النصرى والجيش الحر وظهور ما يسمى تنظيم داعش الذي ولد بإمكانيات عسكرية وبشرية هائلة استطاع في ظرف وجيز السيطرة على قطاع واسع من التراب السوري تاركاً لحد الآن أسئلة لازالت تطرح عن مصادر تمويله ومن يقف وراءه وماذا يريد محافظة سوريا التي كانت أكثر المناطق أمناً انقلب حالها إلى النقذ تماماً محافظة إدلب صارت شبه خالية وأفرغت من سكانها محافظة حلب العاصمة الاقتصادية للبلاد تحولت عديد المناطق فيها إلى ركام وشل فيها النشاط التجاري حمص التي تعتبر جغرافياً أكبر محافظة في سوريا يسيطر تنظيم ما يسمى داعش على جهتها الشرقية وتحديداً تدمر التاريخية منطقة ريف دمشق شهدت مواجهات دامية بين النظام والمعارضة حيث تصنف فيها الغوطة منطقة منكوبة دير الزور التي تحوي أبار النفط والغاز شهدت مواجهات ومعارك دامية والآن معظم المواقع النفطية تحت سيطرة داعش كوباني عين العرب مسقط رأس الطفل إيلان الذي صنعت صورة موته القاسية الحدث في العالم كانت مسرحاً لمعارك بين داعش والقوات الكردية على الحدود مع تركيا كل سوريا تقريباً اشتعلت وهروباً من نار المتناحرين لم يجد المواطن السوري خياراً له سوى الانضمام كرهاً إلى إحدى الأطراف المتصارعة ومن رفض اختيار أي منهم ليس له إلا الفرار بجلد وبدأت حملات النزوح في سوريا بالمئات والألاف إلى أن وصل الحد إلى أكثر من أحد عشر مليون نازح بين الداخل والخارج أكثر من أربعة ملايين منهم نزحوا إلى خارج البلاد مقابل سبعة ملايين في الداخل علماً بأن العدد الإجمالي لسكان سوريا يصل إلى ثلاثة وعشرين مليون وجهة النزحين كانت إما دول الجوار أو أوروبا أو المغرب العربي كما أن أمريكا، أستراليا، آسيا الشرقية كان لها نصيبها من الفارين كل العالم صار مصباً ومحجاً للسوريين هروباً من جحيم الحرب والدمار في بداية النزوح الخارجي استقبلت دول الجوار آلاف النازحين عبر مخيمات خصصت لهم بدعم من هذه الدول ومن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية حتى صارت هذه المخيمات تأوي الملايين لبنان، تركيا، الأردن، العراق، أكثر الدول التي تحملت العدد الأكبر من النازحين تزايد العدد مع مرور الوقت في ظل محدودية إمكانيات أغلب هذه الدول دفعها إلى إغلاق حدودها ورفض استقبال المزيد مضطر السوريين للبحث عن وجهات أخرى وكانت أوروبا أكثر الوجهات اختياراً بدأ التدفق تدريجياً إلى أوروبا حيث استقبلت العديد من دول القارة العجوز هؤلاء اللاجئين لكن الفترة الأخيرة شهدت تدفقاً غير عادي براً وبحراً أحدثت حالة طوارئ في عديد دول القارة كالنمسا، المجر، لتوانيا، فرنسا ودولة ألمانيا الاتحادية هذه الأخيرة التي رحبت باللاجئين وانتقدت عديد الدول التي رفضت استقبالهم بل وصل الأمر بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تهديد دول الاتحاد بإعادة النظر في اتفاقية شنغن التي تنظم تحرك الأشخاص في أوروبا إذا لم تتقاسم هذه الدول عبء استقبالهم مع ألمانيا موقف حول المستشارة الألمانية إلى أيقونة في نظر السوريين مأساة اللاجئين السوريين كسبت تعاطفا كبيرا معهم عبر العالم نداءات من المنظمات الإنسانية العالمية لإنقاذهم وحملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمساندتهم لكن الحلقة الأضعفة وسط هذه الهبة العالمية لإنقاذ السوريين من التشتت هي الدول العربية التي بقيت لحد الآن عاجزة عن الإسهام في وضع حد للأزمة السورية واكتفت على حياء باستقبال اللاجئين بل وصل الأمر ببعضها إلى حد دعم أحد الأطراف المتصارعة في الداخل في السياق ذاته يعيش الألف من اللاجئين السوريين الفارين من جحيم الحرب معاناة حقيقية إذ أرغمتهم ألة الدمار على الهجرة والبحث عن مكان آمن اللاجئون الذين سقبلتهم مخيمات النازحين في دول المجاورة لا تتوفر على الخدمات الصحية والتعليمية الضرورية ما دفع بالكثير منهم إلى مغادرة هذه المخيمات تجاه أوروبا مخاطرين بحياتهم تقرير وليسلي سيول ألزمة السورية جرفت أمواج النازحين السوريين المتدفقة على دول الجوار هروبا من آلة القتل التي تحصد أرواح المئات منهم يوميا الهروب من الموت في الداخل والبحث عن وطن بديل لم يخفف من معاناة هؤلاء في ظل طرد الأوضاع الإنسانية التي لحقتهم إلى المخيمات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أحصت أربعة ملايين لاجئ في الدول الجوار موزعين على تركيا، لبنان، الأردن، العراق ومصر كما أن مايربو عن سبعة ملايين مهجر بقوا داخل البلاد في حين أن هذا الرقم مرشح للارتفاع مع نهاية السنة الحالية التقة والاستيعابية للدول المستضيفة للاجئين دفعت تركيا والأردن إلى إغلاق حدودهما ولو مؤقتاً في وجه النازحين الذين يعيشون تحت خط الفقر وذلك بسبب ارتفاع أعدادهم وبقيت دول الخليج بمنأة عن استقبال النازحين التوزع الجديد للسوريين على خارطة الدول حرك الماكنة الأوروبية للعمل على إعادة توطين ما بين 200 ألف إلى 300 ألف لاجئ وباحث عن مأوى آمن وسعياً من دول الاتحاد للتخفيف من حدة مأساة المهجرين والنازحين هذا وندد ناشطون وصحفيون أتراك بالظروف القاسية التي دفعت العائلات السورية إلى الهجرة إلى أوروبا وعبروا عن غضبهم لوقع هؤلاء الذين يقضون غرقاً في عرض البحر في محاولة للوصول إلى البلدان الأوروبية وحتى المتظاهرون في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا الشباب والرجال السوريين الذين يودون الهجرة على عدم المخاطرة بأطفالهم ونسائهم في عرض البحر على خلفية موت المئات منهم قبل وصولهم إلى أوروبا ولمناقشة أزمة اللاجئين السوريين ينضم إلي في الأسوديو الدكتور حازم فيصل وهو ناشط وداعم لحراك الشعب السوري أهلاً وسهلاً بكم سيدي في سوديو قناة الوطن الجزائرية أهلاً وسهلاً أولاً نشكر قناة الوطن على فتحها هذا المجال للسوريين ليبثوا معاناتهم ومشاكلهم على هذه القناة سيدي الكريم في البداية أزمة اللاجئين تتفاقى من يوم لآخر مظاهر إنسانياً هي مخزية هي جارحة هي حزينة لكن حتماً تختفي وراءها العديد من المتغيرات والكثير من الأسئلة في البداية سيدي الكريم ما هي دلالات انتقال السوريين من التخييم في دول جوار إلى الشتات على أبواب القارة الأوروبية ما هي دلالة هذا التغير في هذا التوقيت بالذات شكراً أولاً على استضافة كما قلت ثانياً أريد أن أقول قد علمتني مهنتي أن أتحدث دائماً عن أسباب المرض وليس عن أعراض المرض الذي تشاهدونها الآن هو أعراض المرض أما أسباب المرض فهي التي يجب أن يناقشها الشعب السوري والشعب الجزائري والشعب والشعوب الأوروبية والشعوب العربية مشكلة سوريا تعود في أصلها إلى شعب ثار من أجل حريته وعدالة اجتماعية وكرامة فجوبها بطغيان وقمع مما اضطره إلى ما نراه الآن الأزمة السورية وأزمة اللاجئين هي أزمة متواجدة باستمرار منذ سنوات ولكنها ظهرت الآن إعلامياً لأنها مست أوروبا ولأنها مست النسيج الاجتماعي في أوروبا سوريا مثلاً أنت تتكلم عن اللاجئين وعن حركة نزوح اللاجئين الأمم المتحدة تحدثت العام الماضي عن خروج حوالي 300 ألف شخص اجتازوا البحر الأبد المتوسط باتجاه أوروبا نحن الآن على عتبة 250 ألف في الشهر التاسع من سنة 2015 ثلثهم أو نصفهم من السوريين القضية هي قضية آنية ليست جديدة ولكنها تفاقمت أو ظهرت على الإعلام لأنها مست مصالح ومست المجتمع الأوروبي لكن تحديداً هل هناك ربما خلفيات لتحريك هذا الملف في هذا توقيت بالذات؟ هل هناك أجندة معينة؟ هل هناك أمور سياسية تتحكم في المشهد؟ لأن خيوط اللعبة كما نعرف في الأزمة السورية مرتبطة بالعديد من الدول الإقليمية وأيضاً هذا الغرب اليوم الذي يتبجح بالإنسانية وأوروبا تحديداً قد يكون هذا الضغط الإعلامي والضغط الذي يمارسه الإعلاميون على الشعوب العربية والشعوب الأوروبية لدفع السوريين للقبول بحل سياسي تريد روسيا أن تفريضه وهو بقاء بشار الأسد رغم أن روسيا كانت قد وافقت في مؤتمر جنيف واحد على إنشاء هيئة حكم انتقالي لها كل الصلاحيات بعيداً عن كل رموز النظام السابق هناك الآن تراجع في الموقف الدولي لصالح بشار الأسد ولصالح عودته ولصالح تعويمه بقيادة إيران وروسيا يبدو أن هناك تفاهماً غربياً روسياً إيرانياً لإعادة تعويم بشار الأسد ويتم ذلك الآن عبر الضغط على السوريين بهذه المناظر التي نراها كل يوم يجب أن لا ننسى أن مقابل هذا الطفل الذي وجد مرمياً رحمة الله عليه على شاطئ تركي بعد غلق أهله في محاولتهم لاجتياز الحدود هناك مقابل هذا الطفل هناك 240 طفل قتلوا تحت براميل بشار الأسد وتحت قنابله المتفجرة وتحت سكود وتحت صواريخه أرض أرض في سوريا وثقت شبكة حقوق الإنسان في سوريا في شهر الثامن من عام 2015 240 طفل بين درعة والغوطة والوعر حيير الوعر في حمص ودير الزور وريف اللاذقية نحن نتكلم الآن عن مأساة يريد العالم الغربي أن يجسد أن هناك ضغط على الشعب السوري ليقبل بإعادة بشار الأسد وتعويمه وإعادته كجزء من الحل جزء البشار الأسد هو أس المشكلة إيران وتوجدها وتمددها الذي يهدد الخليج العربي ويهدد مصر ويهدد شمال إفريقيا هو أساس المشكلة الرسالة وصلت سيدي الكريم لكن بالحديث محور كما ذكرتم روسيا بشار الأسد وإيران له مسؤولية في هذه المأساة المتجددة والمتواصلة والمتفاقمة أيضا لكن هناك أيضا هذا الغرب اليوم الغرب وأوروبا اليوم تستثمر في بورصة سوق حقوق الإنسان لا شك في ذلك الدول الأوروبية اليوم أردت الحديث على أنها أيضا هي أيضا سبب في الأزمة من خلال مواقف من خلال تأجيل حل الأزمة السورية لمدة سنوات لماذا اليوم فقط تركيز على هذه الأزمة وبهذا الشكل لا شك في ذلك أريد وأنا أؤكد ما قلته ألمانيا التي تحمل الآن لواء الدفاع اللاجئين السوريين مشكورة وببعد إنساني واضح هي التي وقفت في أوروبا ضد تسليح المعارضة السورية في أوائل 2013 ميركل نفسها التي نشكر لها موقفها الآن هي التي وقفت ضد تسليح المعارضة السورية في 2013 عندما كان نظام الأسد على وشك السقوط ودخلت قوات حزب الله لإنقاذه باعتراف لسان رئيس حزب الله في إيران ألمانيا نفسها تملك علاقات مميزة أمنية مع حزب الله ومع سوريا لكن بشكل عام أيضا ألمانيا تستطيع الضغط بوسائل ربما أكثر نجاعة بما أنها نافذة في الأمم المتحدة ونافذة أوروبيا لكن أين ألمانيا وأين أوروبا من الأزمة السورية يعني أربع سنوات يجب أن نعرف أن الدول ليست جمعية خيلية ميركل تبحث عن مصلحة شعبها النمو السكاني في ألمانيا لا يتعدى 1.8 هو الأقل في كل دول أوروبا لذلك هي بحاجة دائما إلى عمالها وبحاجة دائما إلى قوة اقتصادية شبابية تشد من أزر العصب الاقتصادي الألماني السويد منذ أيام قامت بدراسة وجدت أن 37% من المهاجرين السوريين يملكون مؤهرات عليا يعني جامعات دكتوراه ولصانس بينما 30% منهم هم حرفيون على مستوى عالي وال30% الأخرى هي من عامة الناس ألماني عندما تستقبل السوريين ليست لسواد عيونهم هي تريد أن تدعم اقتصادها وتمعد دورتها الاقتصادية لابد أن هناك شق إنساني يجب أن نعترف أن هناك شق إنساني تقوم به الشعوب ومنظمات المجتمع البندي يعني عندما ترى أنت مناظر الألمان عندما يقفون على الحدود النمساوية الألمانية لينقلوا المهاجرين السوريين بسياراتهم هذا تصرف شعبي إنساني يجب أن نقف له احتراما ولكن الحكومة هي ليست جمعية خيرية الحكومة الألمانية تفكر بمصلحة شعبها كما أن الحكومة في كل بلاد العالم إلى أين الضحية الأول هو شعب السوري؟ لابد للشعب السوري هو الضحية تحديدا توظيفا واستغلالا إلى أين الأزمة السورية الآن بهذه الأمواج من اللاجئين إلى أين؟ غد السوريين إلى أين يتجه؟ أولا تركيز الصورة على اللاجئين الخارجيين باختصار فقط من فضل حتى الله نعم اللاجئين الخارجيين تركيز الصورة على هذه هو اجتزاء للحقيقة يجب أن نتذكر أن الغوطة فيها مليون إنسان محاصرة منذ سنتين يجب أن نتذكر أن حي الوعر في حمص فيها 500 ألف إنسان محاصرين منذ حوالي ثلاث سنوات يجب أن نتذكر أن درعا كمدينة والريف هي محاصرة يجب أن نتذكر مأساة سبعة ملايين تكلم عنهم نازح ديبورتين من بلادهم هؤلاء هم لب المشكلة الداخل السوري هو لب المشكلة كلمة أخيرة من فضلك لأن الوقت داهمنا تفضل تفضل وقت أنا الحقيقة يعني بسرعة كلمة أخيرة أريد أن نوجه نداء أولا إلى الحكومة الجزائرية إلى السيد وزير التعليم العالي نحن شعب خرجنا من أجل كرامتنا نحن لا نبحث هنا في الجزائر كجالية عن الطعام أو الشراب نحن نريد أن نعلم أبنائنا رجاء سيادة الوزير أن تصدروا قرارا بمعاملة السوريين في الجامعات معاملة خاصة صحيح أنهم في التعليم في الثانوي وفي التدائي في المتوسط يقبلون دون أي مشاكل ولكنهم في الجامعة هم دائما في مشاكل لتعديل شهاداتهم ودراستهم نحن شعب نريد أن نتعلم لكي نعود ونبني وطننا نحن لا نريد أن نأكل لا نريد طعاما نريد لجالية السورية التي هاجرت إلى الجزائر أن تتعلم نريدها أن تسجل في الجامعات وهذا نداء إلى السيد رئيس الجمهورية فخامة عبد العزيز بوتفريقة رجاء سيادة الرئيس أن تتفضلوا بإصدار أمر خاص بمعاملة السوريين في الجامعات معاملة خاصة نريد لابنائنا أن يتعلموا نريدهم أن يعودوا ليبنوا وطنهم هذا أولا ثانيا أريد أن أقول لجاليات السورية هنا وفي المغترب الداخل أولى ما يحدث الآن من فوقعات إعلامية تركز الضوء على ما يحدث للاجئين في أوروبا جيد وجميل ولكن الأصل دولار تدفعه في سوريا هو أفضل من 100 دولار تدفعه في الخارج ثالثا نداء إلى منظمات المجتمع المدني في جزائر من يريد أن يساعد السوريين فليتجه إلى منظمات المجتمع المدني في لبنان وفي تركيا لكي يوصلوا المعونات إلى الداخل السوريون في الجزائر وفي المغترب لا يريدون لا طعاما ولا إيواءا يريدون فقط تعليم ويريدون أن يدعموا قضيتهم في الداخل نتمنى لهذه النداءات أن تجد أدنى صغية أشكرك سيدي الكريم محمد حازم شكري فيصل داعم لحراك الشعب السوري شكرا لكم في أخبارنا الوطنية يحل الموسم الدراسي هذا العام في ظروف اجتماعية خاصة حيث يتوسط الدخول عيديني وموسم استياف يتكبد فيها المواطن الجزائري نفقات مرهقة قسنطينة كمثيلاتها من علاية الوطن تشهد غلاء في أسعار الأدوات المدرسية الأمر الذي يثقل كهن المواطن البسيط ويهدد من دثار الطبقة المتوسطة في البلاد مرسل من قسنطينة محمد فاروق طوالبية غلاء أسعار المواد الدراسية بجميع أنواعها صار عب أن يثقل كهن المواطن وأسواق قسنطينة تعد عينة لأسواق الشرق الجزائري فكثير من المواطنين يرجعون اقتناء المواد الدراسية لأبنائهم إلى أسبوع الدخول المدرسي معتقدين انخفاض الأسعار لكن الأمر رسي قبل الدخول أو وقته بقابل العامل والشوية زي ده الحالة ده بخير وش نشوف الناس قاعدين يهدروا والله شريط الزوج ولذا لبالك خلصت 600 ألف لبالك وطفلات قرار سنة ثانية ابتدائي وطفل سنة ربع ما ابتدائي 600 ألف المواطن يعني اللي يكون شوية الدخل زي متوسطة والله ما يلحق يا أخي بصراحة وشي رب يكون في العون وهذا مكان شريط طابلية ومحفاظة للزوج شغول اللي بريش ويطالعي مسح الكالي تمليح الباعة من جهتهم يشتكون ارتفاع أسعار الشراء مما يجعل نسبة الفائدة لا تبعد كثيرا عن رأس المال لا سيما إذا تعلق الأمر بالسلع ذات الجودة العالية النوعية يا أخوة نحن نخدمه غير النوعية المليحة غير النوعية الجيدة الأسعار بينعملون السنيزات وشي هو نحن باقي في نفس السعر نخدمه مع الطبقة المتوسطة مع الطبقة اللي شوية أكثر دخل نساعد الناس بكل رب إن شاء الله دخول موفق عدم قدرة المواطن البسيط على سد حاجيات أبنائه المتمدرسين أمر قد يبرره التحاق الطبقة المتوسطة بسابقتها ما يعده متتبعون للشأن الاقتصادي مؤشرا سيئا للحالة الاجتماعية للمواطن الجزائري محمد فاروق طولبية قناة الوطن الجزائرية من قسنطينة في السياق الذاته عرفت عديد المؤسسات التربوية ببعض ولايات الوطن حركات احتجاجية لأولياء التلاميذ في اليوم الأول من الدخول المدرسي تنديدا بالأوضاع المزرية التي يدرس فيها أبنائهم وطلبوا برحيل مدرأ بعض المدرس ومنع بعض الأولياء أبنائهم من الالتحاق بمؤسساتهم التربوية بكل من ولايات العاصمة والبليدة والجلفة وكذا المسيلة والوادي بسبب الأوضاع البداغوجية المزرية حسب وصفهم كما طلبت جمعية أولياء التلاميذ الوزارة الوصية الوافاء بعهدها بدرورة توفير الظروف الحسنة والملائمة لتمدرسي التلاميذ تربويا دائما ورغم غلاء الأسعار التي تؤرق أولياء التلاميذ والمشاكل التي تنتظر القطاع بدأ تلاميذ مدرسة حليم عبد العزيز بدراريا على غرار باقي التلاميذ على مسؤولة عامهم الدراسي بعيدا عن هذه المشاكل وخصصوا وقتهم للفرح بثيابهم الجديدة والسكشاف العالم الدراسي خصوصا بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى مزيد من التفاصيل في هذا التقرير أخيرا تطوى عطلة الصيف وفصول المرح والاستجمام لتفسح الطريق لفصل دراسي جديد تستعد معه أقسام المدارس لاستقبال التلاميذ بعد شغور دام لشهور دخول وإن جاء على وقع هواجس هنا ومخاوف هناك فهو بالنسبة للبراء عيد ويوم مشهود لا يجب أن يعكر صفوه لغلاء الأسعار ولا تحذيرات الخبراء ولا توجس النقابات والأولياء فلن يمنع كل ذلك الأطفال من الاحتفاء بعيدهم والثيابهم الجديدة أنا سعيدة اليوم جدا لأنني دخلت إلى السنة الثانية ابتدائي وهذا اليوم بالنسبة لي عيد قلت بالجاف 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 مدرسة الشهيد حليم عبد العزيز بالعاصمة كانت وجهتنا اليوم لنقاسم الأطفال فرحتهم لسيما من قصدوا القسمة لأول مرة لنقف على براءة متحمسة وأحلام عظيمة كان الموعد اليوم مع كتابة أحرفها الأولى فقد بدل كله طامحا للتفوق وحالما في بناء مستقبل جميل يليق بطموحات الأولياء التلميذ كانوا على موعد مع درس نموذجي حول التضامن اخترته الوزارة الوصية لهذا العام في أجواء عادية ميزة الانطلاق خساب الأساتذة ومدير المدرسة الذي فتح لنا الأبواب وسهل لنا المهمة رسالة التربوية هي رسالة وطنية هي رسالة وطنية تشترك فيها أطراف عديدة تشترك ابتداء من القصة إلى وزارة التربوية إلى أعلى حر هذه الوزارة فالعملية التربوية تتطلب جهدا تتطلب وقفة صادقة لتنجح هذا العمل أجواء كانت بهيجة فرحة عمّت كل تلاميذ حتى الأولية نحن نتمنى أن توفر الكتاب المدرسي وجميع الأولية يلتزموا بإحضار الكتاب المدرسي وشرائه للتلاميذ تأمل هذه البراعم أن لا تعكر صف وفرحتهم مشاكل ندرة وغلاء الكتاب فضلا عن الصراعات المألوفة بين الوزارة والنقبات ولما لا يكون هذا الموسم الدراسي استثنائيا إكراما لهذه البراءة خاليا من الاضطرابات إن شاء الله يكون كبير سلامي بنجاح اليوم إن شاء الله يتهننا في هذه القرآن إن شاء الله هذه الانتحانات المقبلة يجوزوها بخير يفتح انطلاق والموسم الدراسي الجديد باب التساؤلات واسعا حول وقع القطاع والتحديات والرهانات التي قد تحول دون النهوض به سيما وأنه يعيش على غرار قطاعات أخرى على وقع الأزمة الاقتصادية التي تزيد الأوضاع تعقيدا محمد رفيق حدد بعد ثلاثة أشهر من العطلة الصيفية عاد أزيد من ثماني ملايين تلميذ إلى مقاعد الدراسة وسط وعود وتطمينات من طرف المسؤولة الأولى على قطاع التربية نوريا بن غبريط بأن يكون الدخول المدرسي هذه السنة هادئا تطمينات جاءت بعد صيف ساخن أثير بخصوص تدريس العمية في المدارس للتلاميذ السنة الأولى والثانية ابتدائي ما أثار حفظة الجزائريين بمختلف مشاربهم أجبرت الوزارة الوصية على التراجع بعد الرفض الوسع لهذه الفكرة ويأتي دخول المدرسي هذه السنة وسط تحدية جمة تواجه هذا القطاع الاستراتيجي سيما بعدما شاهدته سنوات الدراسية السابقة من مشاكل أثرت أثرا سلبيا كبيرا على التمدرسي التلاميذ القضاء على هاجس الإضرابات المتكرر والتي أضحت علامة مسجلة تميز المدرسة الجزائرية في السنوات الأخيرة هي أيضا تؤرق المنظومة التربوية في ظل غياب حوار حقيقي وجد بين النقابات من جهة والوزارة الوصية من جهة أخرى على حساب التحصيل العلمي للتلميذ ومن بين هذه التحديات إصلاح المنظومة التربوية بعيدا عن الصراعات الإيديولوجية خاصة في عصر التكنولوجيا والرغمنا ما يحتم على الجزائر مجارة هذا التطور في طالعة الأسباب التي أثرت سلبا على المدرسة الجزائرية حسب المتابعين الزج بها في صراعات سياسية ضيقة ما عمق من الحالة المتردية التي تعيشها لذا يتعين على الجهات الوصية النأي بالقطاع عن هذه الصراعات المشبوهة المحافظة على الميزانية السنوية هي الأخرى من بين التحديات الراهنة التي تواجه قطاع التربية اليوم سيما بعد تراجع أسعار المحروقات ودخول البلاد أهد التقشف تحدية ورهانة طالما رفعتها الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال ما يدول على أن المشاكل التي تواجه قطاع التربية والتعليم يأتي في طالعتها مشكل التسيير بعد أن فشلت السلطة في إصلاحه في زمن الوفرة المالية غير المسبوقة في موضوع آخر أكد وزير المالية عبد الرحمن بن خلف أمس أن الجزائر ليست بحاجة إلى الاستدانة من الخارج لتغطية نفقاتها ولكنها تعول على الموارد الداخلية من إدماج أموال الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي وأضاف بن خلف أن الدعم الاجتماعي للمواد ذات الاستهلاك الواسع لن يمس باعتبار أن المواد ذات الاستهلاك الواسع سياسة حكومية متبعة منذ فترة طويلة في شانيا سياسي لم تسلم الممارسة السياسية منذ أقرار التعددية الحزبية في الجزائر من عبث السلطة والتي تمكنت من فرض قوانين اللعبة على شركائها السياسيين قوانين في ظاهرها انفتاح على مختلف الأفكار والتوجهات وفي باطنها سيطرة وقمع للرأي المعارض قراءة في الموضوع نديا زياد الممارسة السياسية تتخذ في الجزائر أكثر من شكل فبين الموالات والمعارضة يمتد خيط رفع من الحياد وإذا كان من الصعب التنبؤ بحجم وعاء أي طرف من الأطراف ذلك أن الساسة لا يخجلون من حمل أكثر من قبعة تتغير مع تغير المواسم والمصالح والانتماءات فمن الأصعب التكهون بكيفية تعامل السلطة مع كامل الأطراف وهل فعلا تحفظ جميلة من يوالونها كما تجازي من يعارضونها دائما كانت السلطة تنجح في كسر شوكة المعارضة إن كان بالضغط والغلق حينا وبالإغراء وبث التفرق بالتصحيح أحيانا أخرى وهذا ما جعل المعارضة عاجزة عن رص صفوفها يؤكد ذلك التجادب الذي بات يميز كل مساعي المعارضة من أجل إقامة التحالفات إن كان في تكتل أخضر أو تنسقية جفة نحن في جزائر مشهد استقالة جماعية لعديد من أحضر المعارضة من ممارسة دورها السياسي ومن ممارسة دورها في إطار طرح البرامج للأسف اليوم المعارضة الجزائرية مفرغة من أن تقدم بديل أو تقدم مشروع بديل أو تقدم برامج بقدر ما أنها تمارس سياسة صراع في إطار شخصة القضايا والمسائل وإصدار الأحكام دونما أن تقدم بدائل عن تلك الإخفاقات التي تحكم عليها المعارضة لأنها إخفاقات فأسلوب السلطة الذي لم يتغير منذ عشرية مبني على المساهمة في إنشاء المعارضة عن طريق الولوج عبر رجلها إلى الأحزاب وحتى الإعلام لم يسلم أين عملت السلطة على دمج عناصرها وسط القطع إن تألم الرأس فيه لا يتداعى له سائر الجسدي لا بالصهر ولا بالحمة شواهد كثيرة تثبت أن معارضين كانوا يظهرون شراسة في انتقاد السلطة سرعان مواقع تحت مخدر المنصب الأمر الذي يغد استمرار من في السلطة في رفع عسى أيس كريم لمن يحاول معارضتها اتفقت أمس حكومة الجزائر النيجر واتشاد على دعم الحلين السياسي وسلمي للأزمة في ليبيا وذكر ممثل وزارة خارجية هذه البلدان في لقاء ثلاثي بالجزائر العاصمة بأن تسوية النزاع الليبي يتطلب تعزيز مصاري المصالحة الوطنية وتشيع مشاركة كافة الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى حل السياسي وأوضح عبدالقادر مساهل في هذا الصدد أن الاجتماع جاء بمبادرة جزائرية بهذا في تنسيق جهود دول الجوار لعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا حذرت السلطات التونسية بعد تلقيها معلومات استخباراتية من إمكانية شن متشددين هجمات بسيارات ملغومة أو أحزمة ناسفة تستهدف مواقع حيوية وحسسة في العاصمة تونس يأتي هذا تحذير بعد شهرين من هجوم دموي نفذه مسلح على فندق بمنتج عسوسة قتل خلاله 38 سائح أجنبيا أغلبهم بريطانيون وتبنى الهجوم وهو الأسوأ في تاريخ تونس تنظيم ما يسمى داعش وعلنت البلاد حينها حالة الطوارئ في موضوع آخر أعلن الحرس الثوري الإيراني أن المساجد في إيران بدأت بإزالة شعار الموت لأمريكا الموت لإسرائيل والتخلي عن الهتاف به خلال الصلوات اليومية من جانب آخر أعلنت الولايات المتحدة عن حذف كل من إيران وحزب الله من قائمة التهديدات الإرهابية لمصالح الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ سنوات يونس بورنة يقال إن الحب والعطر لا يختبئان ولا حب إلا بعد عدوة هكذا يبدو الحال بين واشنطن وطهران عقب التوقيع على الاتفاق النووي في الرابع عشر جويل الماضي فبعد عدوة استمرت لخمس وثلاثين سنة بين البلدين زحزحت إيران الولايات المتحدة من على رأس قائمة شياطينها بعد أن كانت الشيطان الأكبر ولم تعود تتمنى لها الموت كما كانت فأزالت شعار الموت لأمريكا من الجدران بما فيها جدران الصفارات الأمريكية أو ما كان يسميه ساسة وعسكر إيران وكرى التجسس المغلق في طهران بعد أيام من انتشار خبر إلغاء الشعار من المساجد واشنطن لم تنتظر كثيرا لترد الودا والدين بمسح كل من إيران وحزب الله اللبناني من قائمة الدول والتنظمة الإرهابية التي تشكل مصدر الخطر على الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن تبادل إيران وأمريكا قرارات الحب المفاجئة رأى فيه معارضنا في داخل كل منهما عشقا ممنوعا إذ نددت قوات التعبئة شعبية التابعة للحرس الثوري الإيراني المعروفة بالبصيج بمسح الشعارة من على جدور مبنى السفرة الأمريكية معاهدتنا الشعب الإيراني بإعادتها ورافضة لأي تطبيع مع من سمتها قوى الاستكبار في حين زاد الجمهوريون من ضغطهم على الرئيس أوباما لمنعه من رفع العقوبة على إيران غير أن عددا من المراقبين للوضع السائد في الشرق الأوسط اعتبروا أن القرارات الأخيرة المتبادلة بين روحان وأوباما سيكون لها تأثير على مسار الأحداث في دول أخرى في المنطقة فقرر واشنطن حذف طهران وحزب الله من قائمة الدول والتنظمة الإرهابية ما هو إلا دليل على تغيير جذري في أولويات الولايات المتحدة في سوريا من إسقاط النظام إلى إسقاط التنظيم المسمى داعش خاصة وأن حزب الله وطهران يعتبران الحليفان والداعمان الرئيسيان لنظام الأسد في مقابل تخل عن المعارضة سوريا وفي ظل حديث عن مفاوضات سرية تجرى بين ممثلين أمريكيين وفرنسيين وبريطانيين مع نظرائهم السوريين مع وجود تنسيق قائم بينهم على صعيد محاربة الإرهاب هكذا أرادت واشنطن وطهران تغيير حفاظة علاقتهما بعد 35 سنة من قره مرغوب بينهما فلم تموت أمريكا ولم تخلد إيران في قائمة الدول الإرهابية ليبقى الشرق الأوسط المنطقة التي ترمى فيها الحفاظات كلما أريد تغييرها مزيد من الأخبار الدولية المتفرقة في هذه المختصرات قررت برلين تخصيص ثلاثة مليارات يورو لمساعدة الولاية الاتحادية والمجالس المحلية للتكفل بالعدد القياسي للمهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا وذلك بحسب معانه بيان مشترك للإتلاف الحاكم مشيرا إلى اعتزام الحكومة صرف ثلاثة مليارات أخرى لتمويل الإعانات الاجتماعية لطالب اللجوة كما وافق أيضا زعاماء الاحتلاف الحاكم بزعامة المستجارة أنجيلنا ميركيل في اجتماع الرفيع المستوى استمر أكثر من خمس ساعات على سلسلة من التدابير الأخرى مثل التعجيل بجرات اللجوء وتسهيل بناء ملاجئ للاجئين قالت القوة التركية اليوم الاثنين إن طائرتها من طرازي آف ستة عشر وآف أربعة عشر قصفت ثلاثة عشر هدفا لحزب العمال الكردستاني بعد يوم واحد من نسب مقاتل الحزب متفجرات على طريق في جنوب شرق تركيا في وجوم أسفر عن قتل وإصابة جنود أترك ولم يحدد الجيش التركي في بيان نشره على موقعه على الانترنت عدد القتلى ولكن حزب العمال الكردستاني قال إنه قتل خمسة عشر جنديا في هجوم بالقنابل في منطقة داجليكا بإقليمها كاري قال مسؤولون بحريون في ماليزيا إن إحدى وستين جثة انتشلت من مركب خشبي كان يحمل عشرات المهاجرين الأندونسيين الغير الشرعيين غرق مركبهم يوم الخميس قبالة ماليزيا وعلنت السلطات الماليزيا يوم الأحد العثور على جثة خمسة وثلاثين مهاجرا أندونسيا لقوا حتفهم في غرق مركبهم بسبب حمولته الزائدة على الساحل الغربي لماليزيا ونخلت السلطات عن شهادة الناجين البالغ عددهم عشرون أن المركب كان يقل نحو ثمانين شخصا قال رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان إن بلاده لا تحتزم إطلاق النار على المهاجرين إذا حاولوا اجتياج سياج حدودي جديد على حدودها الجنوبية وإنها مستعدة للدخول في محادثات بشأن الحصص الأوروبية لاستقبال اللاجئين بمجرد إغلاق الحدود حيث تستكمل فرق البناء قامت سياج بطول ثلاثة فاس الخمسة متر على طول الحدود المجرية مع سربيا لإبعاد المهاجرين بهذه المتفرقات نطوي أوراق النشر وهذا تذكير بأبرز عنوينها في اليوم الأول من الدخول المدرسي نقائص في العديد من المؤسسات التربوية والتلاميذ يحتفون بالدخول بعيدا عن هواجس الأولياء ومشاكل القطع وزير المالية يطمئن أن لا زيادة في أسعار المواد الاسهلاكية الأساسية ويدعو إلى الاستعانة بأموال الاقتصاد الموازي لمواجهة الأزمة دوليا اللاجئون السوريون أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية إلى أين يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار وتقارير عبر موقعنا على شبكة الانترنت الوطن ميديا دوت كوم كما يمكنكم أيضا تفاعل معنا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتوب في أمان الله وإلى موعد إخباري آخر ترجمة نانسي قنقر